إذن القرآن بيّن والسنة بيّنة يعني إيه القرآن بيّن والسنة بيّنة؟ وليس معنى البيان هو ماذا؟ ليس معنى البيان هو التقييد وليس معنى البيان الصرامة في التحديد لكن معنى البيان ماذا؟ الإيضاح بوسع يبقى البيان إيه؟ أن هذا الدين واضح بوسع يبقى الحلال واضح بوسع والحرام واضح بوسع يعني إيه؟ يعني قد يكون يترتب على ذا خلاف بين العلماء فيبقى الدلالة التسع أن يختلف العلماء لكن هذا لو أنهم اختلفوا في الحلال والحرام ليس هذا من غموض الدين ولا من فسادي ولكن لأن أدلة هذا الدين تسمح لهم بالخلاف فتسمح لهم بالرحمة وده معنى إيه؟ عشان ما تفتكرش أن من حق الناس أنه في كل حاجة حلال تقول أنه حرام لا لا خالص ولكن هذا الوضوح لما يجي يتعامل مع الدين إنسان عالم إيه اللي حصل؟ لا يخطئ أن هذا لا يخطئ في أن هذا حلال لا يخطئ في أن هذا حرام بس إمتى لما يكون إيه؟ لما يكون عالم لما يكون عالم الدين يبقى عنده واضح الحلال واضح والحرام واضح يبقى الحلال واضح والحرام واضح لأهل العلم ولذلك بعض الناس من عموم الناس هنا بقى نقدر نفهم هذا الحديث في حياة الناس الآن ليه بعض الناس دولاتي يقولوا ايه والله أنا مش فاهم ليه ربنا سبحانه وتعالى يحرم ده ما حاجة يعني ماشا تأذي حد وزي ما بيجي الناس اللي بيضمون المخدرات يقول لك ما أنا ما بأذيش حد أنا بأذي نفسي ما أنا ما بأذيش حد فين بقى الحرام والحرام مش أن حد يضر حد أنا مبدرش حد تقول له لا لما ترجع لأهل العلم يقول لك لا ضرر ولا درار ايه ده يعني ايه الإدمان وطعاط المخدر حرام بيّن بيّن كده أم ولانا مش فاهم ليه انت مش فاهم عشان هواك انت مش فاهم لأنك انت مش من أهل العلم ايه ده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا من جوامع كلمة رسول الله سلم لما قال بيّن معناه ان هو ايه واضح فهو معروف ومعروف يعني ايه يبقى بالتصريح أو بالدلالة عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحاجة معروفة وعلى فكرة وليس معناه ان هي معروفة ان كل الناس تعرف وعشان كده جيه بقى ايه دور اهل العلم وانما بيّن لأنك ممكن تدركه بنفسك او بايه او تحتاج لعالم فممكن يكون بيّن وواضح ليك او تحتاج لايه لعالم مش ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء يبقى ايه اللي حاصل فهل ممكن تفهم القرآن لوحدك وتفهم منه كل حاجة مش بالضرورة لكن كمان ايه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون يبقى ايه اللي حاصل يبقى حضرة النبي علمنا وبيعلمنا عشان يستمر القرآن واسع فدلالة القرآن ودلالة الدين واسعة فالبيان ليس معناها الحص ولكن بيان معناها الوسع فهو بيّن بوسع فكل واحد فينا يستطيع انه يفهم وسعا من وسعا هذا القرآن فدي اول حاجة ولزاك ايه اللي حاصل لما تكون من اهل العلم هتعرف ده حرام واضح ليه هتعرف ان المساكنة حرام واضح بوضوح ليه لان دوت والعياذ بالله ما ينفعش ان حد يجي يقول والله الناس لما تعيش مع بعضها ويجربوا بعض التجريب لبعض دوت والله هيكون امتن في الحياة الزوجية يعني احنا عايزين نوصل للحلال بالحرام ان الناس يعيشوا مع بعض فيعيشوا مع بعض في الحرام عشان ما نقعش في الطلاق اللي هو ممكن يكون نعم ابغض الحلال الى الله فده عبس فده شيء واضح لكن بعض الناس بقى يعود يقولوا كلام كتير 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 عن هذه المسائل ليه ما هي ان الحلال بين والحرام بين فالحلال واضح لما يجي واحد يجي يقول لواحد مثلا اللبس دوت ما ينفعش او الاكل ده ما ينفعش ما ينفعش ليه قال اللبس دوت عشان ما كانش على العصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يا سيدي الحلال بين واضح مش بحتاج ابدا ان كل هذي كل هذي الاشياء اللي انت بتحاول تخليها وموت الحياة التانية اني بتعلمها من الحديث ده وبينهم امور ايه متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فالشبهات موجودة عشان تؤكد الحرص على الطاعة على طاعة الاستبراء والاستبراء لا يعني الترك وانما يعني طلب البراءة بالعلم فالاستبراء هو ان انت تطلب البراءة من التهون بالمعصية وهذا يحتاج الى امور اول حاجة المعرفة تاني حاجة احترام الخصوصية تالت حاجة السؤال علشان كده ربنا حذرنا تحذير شديد في قوله تعالى ولا تقول لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلاله هذا حرام لتفتروا على الله الكذب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة